نبدأ بقى مع بعض خربشة الأول والخربوشة الأولى في مباراة اتحاد سكنداري و امبي ولا انتهت طبعا بفوز نادي امبي بهدف نظيف بعد انتهاء المباراة الكابتن حسام و الكابتن إبراهيم وتوجه إلى الكابتن محمد يوسف واعترضوا على بعض لقطات من المباراة ولكن هذا الاعتراض دام طويلا حوار 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 يعني مدة طويلة وكلام كتير وكده وكده وفي الآخر هذا الكلام لن يقدم ولن يؤخر على الإطلاق على الإطلاق مباراة بيرامدز و امبي مباراة بيرامدز و امبي مباراة الأخيرة طبعا بعد ما قام محمد حمدي لاعب بيرامدز مش بيرامدز و امبي ناسف بيرامدز والمصري بعد امام محمد حمدي لعب بيرامدز بلاعب الكرة بييده رغم صفات الحاكم لكن فريد شوقي لعب المصري مسكه بطريقة غريبة جدا عشان يحصل على الانذار عايز يثبته عشان يديله طبعا انذار وبرضه محمد حمدي يعني ده فيه دلوقتي فيه فار يا محمد يا حمدي يعني لا يمكن لعبة دي هتمشي أبدا حتى لو الحاكم اللي في الملعب ما اخدش باله هيرجع للفار اكيد لكن يا الحقيقة كانت تستحق انذار عشان نكون برضه امناء اهو مسكه على طول اه مسكه على رقابته كده ومتحفظ عليه عشان يديله انذار لكن هذا هو ما حادث طبعا هما الاثنين كانوا زومة مع بعض في الناد المصري بالمناسبة طي الخربوش هالثالثة بقى يعني الحقيقة هورا بتفرج علماتش في بدايته عمر كمال عبدالواحد قبل المبارمة تبتدي على طول اخد احد لعيبي بيرامز بالحضن مقبول لكن انتمالكم مال الحاكم قد شيف اكرامي بالحضن تمام تمام ومقال لها الحاكم في وشه امرح واخده بالحضن اما تصبح الحاكم مايتخدش بالحضن ابدا يا عمر الحاكم مايتخدش بالحضن ابدا عايز من بقيت تسلم عليه ماشي مش عارف ايه حتى لو حابب تمدي ايدك سلام بالكف يعني لكن الحضن ده لا لا مش مطلوب طيب